أبو يزن يعني من حيث انتهى التقرير الجيش الحر يسيطر على المحكمة العسكرية وبنك بيمو في دير الزور ما هي أخرى تفاصيل لديك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى الآن كما ذكرتم بتقريركم الأخبار صحيحة 100% والآن تشهد قصف من الطيران الحربي استهدف حير رشيدية بالتزامن مع قصف عنيك براجمات الصواريخ والمدفعية على أحياء مدينة دير الزور المحررة كما تمكن الجيش الحر من تحرير المحكمة الشرعية ولذلك أتى الطيران الحربي للانتقام من الأهالي استاذ الكريم الطيران الحربي يعلم أن المحكمة الشرعية فيها الجيش الحر إلا أنه يقوم بقصف الأحياء المقتصد بالسكان إلا أنه يريد الانتقام من الأهالي كي يسبب أحراج الجيش الحر ولكن الأهالي يتفهمون هذه المعادلة ريف دير الزور قصف عنيف أيضا من المدفعية الصقيلة على مدينة محسن وبلدة البوعمر أو بيزن أيضا كيف هو الوضع اليوم في أحياء دمشق تحديدا أحياء دمشق الجنوبية في ظل القصف المنهامر عليها أستاذ الكريم لأول مرة منذ عدة شهور نرى هذه الحملة الشرسة على أحياء دمشق الجنوبية حيث شهدت قصف منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظة لا يهدى الاشتباكات إلا أن قوات النظام تقدمت قليلا بشارع 30 جيش الحر استعادة لتوحيد صفوفه وقام دحرهم بالتراجع من هذه المنطقة التي تقدم لها قوات النظام الآن قصف عنيف براجمات الصواريخ والنفعية السقيلة على أحياء القدم والعسالي ومعظم أحياء دمشق الجنوبية كما ذكرت لك واستخدمت قوات النظام الغازات السامة بالقصف على حي القدم والعسالي كما سقط عدة قزائف على حي الميدان وتجدد القصف بالرشاشات السقيلة على حي برزة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في أحياء القدم والعسالي وتمكنت جيش الحر من أعطاء الدبابة على استراد القريب من حي القدم أويزن هل لديك معلومة أكثر عن إمام وإمام مسجد الرحمة في الزبداني هناك خبر أنه قتل تحت التعذيب هل لديك أخبار أكثر نعم أستاذ الكريمة هو معتقل منذ عدة شهور والآن تم تصفيته في الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام هذا كل شيء الذي أعرف عن هذه الإمام نعم أبو يزن الحمصي مراسل شبكة شام كنت معنا عبر رسكايب طبعا من دمشق شكرا جزيلا لك